بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة النهاردة بالتأكيد هيكون فيها حديث عن العودة الفريق من المملكة العربية السعودية بعد أداء لقاء كاس السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضية انتهت المباراة أفنا الملف تكلمنا عن كل كواليس المباراة وتفاصيل المباراة في حلقة الأمس ولكن بدءا من اليوم نتحدث عن المباراة المقبلة هذا الموسم موسم شاق جدا وصعب جدا والتحديات فيه عديدة وبنأكد كل الكلام ده في كل حلقة ومع بداية كل حلقة لأن ما فيش وقت عشان تبكي على اللبن المسكوب زي ما بيقولوا دايما كده في أمسنا في اللغة العربية على طول عندك مباراة خلال 48 ساعة مع النادي المصري بداية الدوري وانطلاقة الدوري مهمة في ظل أن الدوري السنادي إلى أهلاء يكون عنده مباراة مؤجلة عديدة نتيجة الارتباطات القرية والدولية خلال الفترة القادمة السوبر ليج كاس العالم للأندية مبارتي دورة أبطال إفريقيا دور المجموعات سينطلق مبكرا في شهر نوفمبر فبالتالي مهم جدا في الأربع مباراة التي ستقام في الدوري بالنسبة للأهل خلال الثلاث شهور المقبلة تحصد فيهم الاثناشر نقطة عشان لما ترجع على المباراة المؤجلة أو لما تستأنف مباراة الدوري في شهر يناير اللي جاي يكون عندك رسيد جايد تقدر تعود وتقدر تقرب من المنافسين اللي أكيد هيبعدوا في فرق النقاط نتيجة استمرار الدوري أثناء فترة إقامة الأهل ومباراة الأهل في البطولات الإفريقية حلقة النهاردة فيها كواليس مهمة جدا هنتكلم على الاستعدادات للمصري مباراة المصري يوم السلساء إن شاء الله سابع مساء على استاد برج العرب هنتكلم باستعدادات الفريق الفريق وصل بالأمس النهاردة راحة أجازة مفيش أي تدريبات بقرة هيكون تدريب وحيد وبالتأكيد هيكون التدريب الختامي قبل السفر إلى برج العرب بالدخول في معسكر مغلق فكمان هنتناول النهاردة أبرز الأمور المكتوبة على السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهل وفي الترند العالمي ليفربول يحتفي بصلاح صلاح عمل أرقام قياسية عديدة في البريمير لي خلال الفترة الأخيرة مش بس في فكرة إحراز الأهداف ولكن كمان في الأسست عالد الأهداف اللي صنح صلاح في مباريات الدور الإنجليزي خلال خمس سنوات مشاركة مع نادي ليفربول كل التوفيق للملك المصري محمد صلاح في مشواره في الدوري الإنجليزي فاصل ثم نواصل طيب خبر مهم جدا لجماهيري النادي الآلي في الظل خلاص بعد نهاية السوبر الإفريقي بالتأكيد عندنا تلات بطولات مهمة جدا في الفترة القادمة دوري عبطال إفريقيا السوبر ليج الدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية يمكن النهاردة لاتحاد الدولة لقرة قدم فيفا أعلن عن موعد طرح تذاكر كأس العالم للأندية البطولة اللي هتقام إن شاء الله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تم تحديد موعد طرح التذاكر هيكون يوم الثلاثاء 26-9 وذلك عبر الموقع الرسمي للفيفا تقدر تحجز من خلال الفيزا يعني فكرة أنك تحجز التذاكر بالشراء أو عن طريق الأونلاين لا في طريقة محددة الفيفا بيتعامل معها من خلال حجز التذاكر عبر الفيزا يعني كل واحد عنده طرق دفع مختلفة في الفترات السابقة يبدأ يشتغل على فكرة إزاي يبدأ يشتري تذاكر مباريات كأس العالم للأندية وتحديداً المرة دي إحنا من خصنا حظنا لإحنا عندنا مباراة محددة من بداية البطولة بغض النظر على المباراة الافتتاحية لهتكون ما بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي يوم 12-12 لكن في مباراة الاهل رسمية تم تحديدها طبقاً للجدول هتكون يوم 15-12 بإذن الله الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المقرمة في التوقيت ده ما أعتقدش بقى يكون الساعة بنفس التوقيت مع السعودية أعتقد التوقيت الشيط وهيتغير بالنسبة لنا في مصر فممكن الساعة التسعة دي هتكون توقيت مكة ولكن غالباً هيكون توقيت القاهرة معرفش وقتها يبقى تمانية ولا عشرة لما نيجي وقتها بالتأكيد عن تأكد من تغيير موعد التوقيت الشيط ولكن أول مباراة للأهل رسمية هتكون يوم 15-12 طرح التذاكر هيكون يوم 26-9 وتقدر جماهير الأهل تدخل على موقع فيفا لحجز التذاكر عن طريق فيزا عشان تحجز التذكرة من دلوقتي وتقدر تحضر مباريات الأهل يوم 15-12 أي أن كان من المتأهل؟ يا إما التحاد جدة يا إما أوكلاند سيتي مبكراً كمان إن شاء الله بإذن الله يكون في ثقة في فريق النادي الأهل ويتأهل ويتخطى عقبة الدور الأول ويصل إلى مرحلة الدور نصف النهائي الدور نصف النهائي تحدد رسمياً الأهل يعني إن شاء الله في حالة تخطي الدور الأول هيلعب يوم 18-12 مع بطل كوبا لبرتادورس بطل أمريكا الجنوبية اللي هتحدد إن شاء الله يوم 4 نوفمبر نحجز أولاً بس 15-12 وتحسباً لعله عاصر ربنا يكرمنا إن شاء الله ونحجز كمان لـ 18-12 عشان أنتوا عارفين بطل أمريكا الجنوبية خاصة لما بيكون فريق برازيلي وبيتأكد مشاركته مبكراً بيقدر يحجز معظم التذاكر وبيكون متواجد بنسبة كبيرة جداً في مباريات كأس العالم للأندية والمباريات الختمية إن شاء الله يوم 22-12 هذا خبر مهم جداً كان لازم نبدأ الكلام عليه النهاردة بخصوص افتتاح أو موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية حاجة تانية ليه علاقة بالسوبر ليج كنا نعرفين لمواعد تم إعلانها بشكل رسمي في نهاية الأسبوع الماضي الأهل يلعب لقاء الافتتاح مع سنبا التنزاني الساعة 6 يوم الجمعة 20 أكتوبر إن شاء الله المباراة تكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة هيسبق المباراة حفل افتتاح من الساعة 5.5 إلى الساعة 6 التي تلت حفل افتتاح على ملعب من جميل مكابا في دار السلام مدته 10 دقايق فقط بعد حفل الافتاح يكون بقى فيه التحضير والتجهيز لنزول الفريقين وبدء مباريات السوبر ليج لقاء الافتتاح مع بن سنبا التنزاني والنادي الأهلي المصري مباريات السوبر ليج هيدرها الحكام البروفيشنال حكام مش حكام النغبة لا حكام البروفيشنال حكام اللي بيتم تمولهم من الكاف والفيفا ليهم مرتبات شهرية بدعم من الاتحاد الدولي مع الاتحاد الإفريقي والنهاردة بداية معسكر الحكام البروفيشنال اللي هيتم الاستعانة بيهم في مباريات السوبر ليج على فكرة فيه معسكر تاني لنفس الحكام ولكن هيكون معهم حكام آخرين اللي هم حكام النغبة دول بيستعدوا لكأس الأمم فيتعمل لهم معسكر من عشرة لستاشر أكتوبر في أبيجان عشان الاستعداد لكأس الأمم ده معسكر تحضيري لكأس الأمم الإفريقية المعسكر ده تم تبكير موعده عشان ينتهي يوم 16 أكتوبر عشان الحكام اللي عندهم مباريات السوبر ليج يكونوا متفرغين لإدارة مباريات السوبر ليج مين أبرز حكم مصري ممكن يكون موجود في مباريات السوبر ليج الكابتن أمين عمر الكابتن أمين عمر الحكم المصري الوحيد اللي هيكون متاح لي أن يدير مباريات السوبر ليج طبعا هيتم الوضع في الاعتبار فكرة حكم مصري وفيه فريق مصري في البطولة فبنسبة كبيرة مش هيكون في نفس السكة اللي فيها الأهلي يعني مثلا ماتش سانداونز مع بيترو أتلتكو حتى الآن بيترو أتلتكو ممكن يستبعد ممكن ما يكملش ده أمر لسه نشوف الفترة جارغ من بيترو أتلتكو بيلعب النهاردة على فكرة في دور أبطال إفريقيا ولكن السكة دي ممكن ما يكونش فيها أمين عمر ممكن يكون في الاتجاه الآخر ماتش مثلا مازينبي وإنيامبا الوداد الطريق ده ممكن يكون فيه الكابتن أمين عمر وكمان مع الترجي التونسي لكن حكام البورفشنا اللي هم اللي يزيروا مباراة السوبرليك اللي أضار مباراة الأهل والتحاد العاصمة موجود في مباراة السوبرليك في مصطفى غربال في هيسا ماكرات في معتز الشلماني في نادالة في بملكة سيمة كل الحكام اللي انتوا عارفينهم طبعا والليلفوا علينا في مطشط كتير الفترة الأخيرة هم اللي هيكونوا مموجودين في مباراة السوبرليك ودي أبرز التفاصيلات والتعديلات الموجودة حاليا على هذه البطولة بالمناسبة آخر موعد كان لإرسال قائمة الأربعين لعب القائمة المبدئية اللي هيشارك بيها الأهل في لقاءات السوبرليك كانت أول أمس أول أمس يوم الجمعة 15-9 النادي الأهل أرسل قائمة الأربعين لعب القائمة المبدئية اللي الأهل هيشارك بيها في لقاءات السوبرليك ولكن القائمة دي هيتم اختصارها لتلاتين لعب فقط إمتى آخر موعد لتسجيل قائمة الثلاثين لعب يوم 10 أكتوبر آخر موعد لتحديد قائمة البطولة المختصرة والنهائية المشاركة في السوبرليك يوم 10 أكتوبر طيب هل الثلاثين دول متاحين خلال فترة البطولة؟ آه طيب انت في المباراة نفسها هل متاح لك من الثلاثين تضم كام؟ 23 لعب 23 لعب 11 لعب أساسي و12 لعب على دكة البودلاء زي نظام كاس العالم هي البطولة بتتلعب كده مكس ما بين حاجات الفيفا بيطبقها وحاجات الكاف بيطبقها فيه أمور الشركة الدوري الإفريقي هي اللي هتنظمها وفيه أمور تم إسناد تنظيمها للاتحاد الإفريقي فقائمة المباراة تكون 23 لعب الانذارات في البطولة لو انت واخد انذارين مش هتلعب المطش التاني يعني انت حسن لعبت مباراة سيمبا الزهاب خدت انذار لعبت لقاء الاياب مع سيمبا في القاهرة خدت انذار اتهلت وعتلعب سانداونز انت معاقب بعدم أداء لقاء الزهاب أمام سانداونز يبقى بالتالي قائمة الانذارات هتكون انذارين تعاقب ومتلعبش المباراة التالية لكن لو فيه كارتة أحمر مباشر وهذا الطرد مندرك تحت بند السلوك العنيف أو سلوك غير رياضي هنا الامر بيروح للجنة الانضباط في الكاف هي اللي بتاخد قرارات ممكن بقى تزيد عدد المرات الايقاف عن مباراتين ممكن تبقى ثلاثة ممكن تبقى أربعة ولكن لو لجنة الانضباط شايفة ان السلوك اللي صدر من اللاعب ممكن يسمح للجنة انها توقع عقوبات تصل الى خمس لقاءات وست مباريات ايقاف ممكن العقوبة دي تروح لمباراة دورة أبطال إفريقيا ممكن تروح لدورة أبطال إفريقيا فبالتالي العقوبات الانضباطية ممكن تترحل لدورة أبطال وكأس الكونفيدرالية ولكن الايقافات المعتادة العادية بتبقى في نفس المسابع طب لقدر الله لعيب الترد وياخد بطشين ايقاف والفرقة خرجت يبقى انت العقوبة دي هتتطبق في مسابقة السوبرليج في العام التالي اي قرار بإيقاف بسبب الانذار او الترد إيقاف مباراة او مباراتين دون قرار انضباطي عقوبات الإيقاف دي بتترحل للدورة القادم دورة السوبرليج في العام التالي ولكن لا ترسل ولا تطبق هذه العقوبات على دورة الأبطال او الكونفيدرالية لو انت مكمل فيه مشوارك الافريقي تمام؟ الجزاية التانية انت عندك 23 لقاف في كل مباراة 11 لعب اساسي و 12 لعب على دكة البودلاء دي قيمتك في كل مباراة ده لعبت بقى قيمة الزهاب هترجع تلعب مباراة العودة هل هتشتغل بال23 دول بس لا هترجع لل30 اللي انت ارسلتها يوم 10 اكتوبر المهم اختياراتك لل23 اللي هتلعب بيهم في كل مباراة لازم تكون من الثلاثين المختصرة اللي انت ارسلتها يوم 10 اكتوبر الكاف بيطبق ايه في البطولة؟ الكاف لقلاقة بحاجات محددة اولا الحكام الحكام من اختصاص الاتحاد الافريقي كشف المنشطات من اختصاص الاتحاد الافريقي القرارات الانضباطية من اختصاص الاتحاد الافريقي فقط عشان الناس بس انا من امباراة شايف ناس كتيرة بتتكلم على الاتحاد الافريقي عامل ازمة بسبب موعد السوبر ليج جاهزين تسمعوا المفاجأة؟ ايه مفاجأة رغم البطولة تحت مظلة الكاف والفيفا ولكن بطولة السوبر ليج او بطولة الدول الافريقي تنظيم مسابقة هذه البطولة وتحديد مواعيد مباراة هذه البطولة وتحديد انطلاق وختم هذه البطولة ليس من اختصاص الاتحاد الافريقي الناس ممكن تتصدم الاتحاد الافريقي عنده حاجات محددة دوره في تعيين الحكام دوره في اجراء كشف المنشطات دوره في تعيين حكام الفار واستخدام تقنية الفيديو في البطولة ودوره في تعيين او اقرار اي قرارات من لجنة الاندباط القرارات الاندباطية دي اختصاصات الاتحاد الافريقي في البطولة اما الامور التنظيمية الامور التي لها علاقة بالمواعيد الخاصة بالبطولة دي مواعيد من حق شركة الدور الافريقي اللي بتدير المسابقة هي اللي بتحددها فبالتالي لما ننتقد هنا يكون نغدنا تجاه السكة اللي بتطبق او بتنفذ المواعيد او عامل الاجندة هنا الاتحاد الافريقي مالاش علاقة بالاجندة يعني المواعيد اللي تم اعلانها على الويب سايت وعلى الاكاونت تويتر للشركة الدور الافريقي الاتحاد الفيكي ماليش علاقة الاتحاد الفيكي عرف زي أنا زي يعني أي حد ما كانش علاقة خالص بمواعيد المباريات لأن الناس مستغربة إزاي ألعب في تنزانيا الساعة 6 وجرجع يعني أجي ألعب في القاهرة وارجع ألعب القياب الساعة 5 بتوقيت القاهرة دي مش مواعيد الكاف على فكرة الكاف دايماً كانت موعده معروفة الساعة 3، الساعة 6، الساعة 9 المواعيد دي دي مواعيد شركة الدوري الإفريقي مهم جداً بس نأكد على التفاصيل دي عشان لما بعض الزملاء أو الجماهير تشوف فيه اختلافات لازم الناس تبقى عارفة مين مسؤول عن إيه ومين بيدير إيه فدي قصة السوبر ليج بيزدل لما نقرب من مواعيد البطولة عندي ديكو برضو أخبار مهمة جداً ومفاجهات عديدة بالنسبة للسوبر ليج خلال الفترة اللي جاي طيب النهاردة المفروض الفريق كان وصل على فكرة يمكن فجر اليوم بعد مباريح ما قد مناسك العمرة أو قد مناسك العمرة في الحرم وفي مكة وكان يوم طويل وكان فيه تدريب صباح مبارح للفريق فالنهاردة كولر فضل يمنح الفريق أجازة وراحة سلبية طبعاً المباراة يوم الثلاثة فبكرة ما فيش غير تدريب وحيد فقط تتدرب تدريب خفيف تختار قيمة المباراة تسافر على طول على برج العرب عشان تدخل معسكر استعداداً للقاء المصري طبعاً كلنا عارفين فيه غيابات في هذه المباراة غياب قهرباء غياب حسين الشحات إن شاء الله بإذن الله تكون بداية انطلاقة للمهاجمة الفرنسي أنتوني مودست نشوفه بإذن الله في لقاء النادي المصري وتكون بداية المشاركة ليه مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاء ولكن أنا أنتظر بقر لما نشوف كولر هيبدأ يختار تشكلته وقايمته إزاي لمطش المصري كان فيه كلام إن علي معلول تعرض لإجهات بعد لقاء اتحاد العاصمة هل هيبقى جاهز مش جاهز نتمنى يا رب بإذن الله يكون كل الفريق جاهز خلال الفترة اللي جاي طيب النهاردة يمكن السوشيال ميديا يمكن نقلت كده تصريحات مهمة جدا لمارسل كولر المدير الفاني للنادي الأهلي في حواره مع موقع ترانسفير ماركت موقع ترانسفير ماركت يا جماعة مش موقع رسمي عشان برضو الناس بيختلط على الأمر بتفتكر ترانسفير ماركت اللي قدامكوا على الشاشة ده موقع لا علاقة بالفيفا لا ده موقع لا علاقة بعدد من الإعلاميين والصحفيين في أوروبا هم عاملين موقع مهتم بالانتقالات والصفقات في كل دول العالم فالنهاردة خدوا مجموعة من التصريحات من كولر قال إيه الجماهير تحب النادي أكثر من أي شيء آخر هم متحمسون تماما لقد مررت بعدة مرات بتوقف سيارتي في وسط شارع مزدحم حتى يتمكن السائق من التقاط صورة معي ومع ذلك فإن المشجعون يطلبون الكثير أيضا يعني كل ما يشوفه في أي حتة الصورة يا مستال كولر جماهير النادي الأهلي بتحب دايما بتتفاعل مع أي حد منتمي للنادي الأهلي يتكلم وقال إن الجماهير بتعتبر جماهير الأهلي إن التعادل يسوي لهزيمة الجماهير لديها موقف وأن الأهلي يفوز في كل مباراة ولا يوجد شيء للنقاش حول ذلك تكسب وبس أعتقد أن العمل في نادي مثل هذا له جاذبية خاصة وأعتقد أننا لم نصل إلى نهاية الطريق بعد كان لقب دورة أبطال إفريقيا مهمة للغاية بالنسبة للنادي الأهلي لأنهم خسروا المباراة النهائية في العام السابق أمام نفس الفريق وما زلت أربط أنها إياد بالكثير من المشاعر يمكن دي تصرحات سريعة كده لمرسل كولر على علقته بجماهير النادي الأهلي تفاعل جماهير النادي الأهلي معاه لما بتقابله في الشارع النقطة اللي عجبتني في تصرحات كولر على فكرة قالك إن النادي دا ليه جاذبية في فكرة الانتصارات والمكسب وأنا متفاعل مع هذه الأمور عشان أحقق المزيد من الانتصارات فهم دربين يقول لك إيه دي ضغوط وأنا مع درش هتعامل مع الضغوط دي لكن أنا عجبني كولر إنه شايف المسألة دي أو الفكرة دي قد تكون ضغوط ولكنها بتصير إعجابه من أجل تحيي المزيد من الانتصارات والبطولات موسم طويل عريضة هم عاك يا كولر تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه وأعتقد مطشي اتحاد العاصمة يمكن أنت أكتر الناس اللي ممكن تستفيد من المباراة دي عشان نتخطى عقبة الخسارة إن بالتأكيد الفريق راجع من انتصارات عديدة بطولات مميزة العام الماضي موسم تاريخي فكان بالتأكيد ممكن لو فيه ثقة زيدة عند بعض اللاعبين محتاجين درس قوي زي ده عشان نقدر نتخطى هذه المرحلة نفس الأمر ده تقرر العام الماضي مع مباراة سانداونز كنت ماشي مقصر الدنيا جات مطشي سانداونز أو جات نتيجة مباراة سانداونز كانت فرصة عشان الكل يفوق إن احنا محتاجين نركز أكتر نغير استراجية طريقة لعبنا شوية ممكن لو لنا أفقار معينة ممكن نغيرها وفي النهاية نجح الأهل مع كولر إن يحقق كل شيء لعل لو عسى يا رب مطشي اتحاد العاصمة ده ممكن يكون يعني فرصة اللي احنا نقدر نحقق المزيد خلال الفترة اللي جاية آخر حاجة قبل مطلع الفصل النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي لفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكورة وبصراحة أنا كنت حريص أحضر جانب من المؤتمر ده نكم على الشاشة يمكن ده جزء من المؤتمر وعدد من أعضاء اللجنة والفنيين اللي شغالين في لجنة الحكام كانوا حضرين المؤتمر أنا حريص لنحضر المؤتمر وإن كان حضرت جزء كبير منه لأن اتأخر معاده المفوك كان يبدأ الساعة 2 بدأ حوالي الساعة 2 و 3 و 2 و 5 تأخر 25 دقيقة علمت إن كان كولر بيريرا كان عنده اجتماع مع مديري الكورة في الأندية كان عايز يعمل جلسة مع مديري الكورة في الأندية عشان يتكلم على القانون وأفقار اللجنة في المسم الجديد الحكام اللي هيديره أبرز التعديلات اللي موجودة على القانون ده حصل حتى في سنوات تسابقة ولكن انتباعي الأول من هذا المؤتمر قبل ما استعرض مع حضراتكم تصرحات فيتر بيريرا بيريرا كان حريص على ثلاث حاجات أول حاجة كان عايز يتكلم عن نفسه بشكل كبير كان عايز يعرف الناس من هو فيتر بيريرا والجزئية دي أنا شايفها ممكن نتيجة الضغوط والانتقادات الراجل حاب يتكلم عن تاريخه لأن المفروض فيتر بيريرا احنا أصلا زمان أنا فاكر جيه أدار مباراة الأهل والإسماعيلي في الدوري فالمفروض الناس عارفها راجل كان موجود في كاس العالم أدار بطولة كاس العالم في فرنسا 98 وفي كوريا وليمانة 2002 كان موجود في اليورو 2000 وكان الكابتن جمال غندور معاه في البطولة دي على فكرة فاحنا عندنا يعني هستوري كويس عن فيتر بيريرا لما كان حكم بس هو النهاردة قعد يتكلم عن تاريخه لما كان حكم أدار كام مباراة اشتغل في القائمة الدولية كام سنة أدار كام بطولة سافر واحترف ومسك كام لجنة يعني اتكلم عن نفسه كتير شوية بعد كده اتكلم على فكرة التصنيف واتكلم على الحكام المصنفة وليه في حكام مصنفة في تصنيف الدور الممتاز وفي حكام مصنفة ليه في الأقسام الأدنى بس لما تسأل على فكرة التصنيف هل القرار التصنيف أو اختيار الحكام المصنفين ده قرارك فقط ولا قرار اللجنة اللي معاك اللي إجابة ما كانتش واضح اتسأل على قائمة دولية اتسأل على مسؤوليته في القائمة الدولية اتسأل على هل هناك حكام سابقين ليهم تطلعات لرئاسة اللجنة فلذلك عندك انتقادات عديدة أو بتوجهلك انتقادات عديدة كل دي كانت تفاصيل كتيرة جدا اتوجهت لي فيتر بيريرا الحاجة التالتة والأخيرة وبرضو دي كنت مستغربها شوية فيتر بيريرا النهاردة مسك ليحة الحكام اللي تم اختيارها من الفيفا لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة ومسك كمان ليحة الحكام اللي تم اختيارها من الاتحاد الافريقي لإدارة مباريات كأس الأمم في أبيجان وقال هنا الفيفا مختار أحمد حسام طه مساعد في البطولة وهنا الكاف مختار 6 حكام مصريين فيتر بيريرا اعتبر ده إنجاز لا البطولات السابقة دايما حكامنا موجودين في الأحداث الدولية وفي كأس الأمم في الكاميرو 2021 الستة دول كانوا 87 العدد كان أكبر العدد كان أكبر من كده كمان فنطلع نشوف تصرحات بيريرا لأن كان عنده بعض النقاط اللي اتكلم عليها أنا أقول لكم بس بشكل عام من خلال حضوري للمؤتمر ومتابعيتي اللي كنت عايز أسمع بيريرا بشكل شخصي وأشوفه بيتكلم إزاي عايز يوصل رسالة في إيه ولكن الانطباية العام الراجل يعني مهزوز شوية نتيجة الانتقادات الحد اللي بتوجه ليه خلال الفترة الأخيرة مهم جدا ده بقى ما ينعكس على أداء العمل خلال الفترة اللي قال إن أنا من خلال متابعيتي برضو الراجل عنده تحدي عايز ينجح لأنه كان ليه رسالة وقال أنا توليت المسئولية من شهر مارس بقالي ست شهور في مصر ما سافرتش بره غير مرتين وفي المرتين ما أعدتش بره أكتر من عشر أيام فدي كانت رسالة برضو عايز يوجهها فالمؤتمر كان الهدف منه توصيل رسائل عديدة لأن الراجل كل حاجة بتوصله بشكل مباشر فهي نشوف بقى لما يبدأ الموسم هل ده بينعكس سلبا بينعكس إيجابا هل الراجل عنده تحدي إنه ينجح نطلع نشوف تصرحاته في المؤتمر الصحفي السباح الخير نبدأ بمجرد التغيير لأول مستر بلان في سيزن 2024 إلى 2028 وبعدين بدأنا ننشئ التغيير لأول منظومة التعليم والتطوير لموسم 23-2024 Als part of this organization we organized the referring department ومفترض فيه قاعدة بانات، لا مش قاعدة ديجيطال بانات، ومفترض فيها قاعدة ديجيطال بانات، لذا كل مستقبلات والمستقبلات والمستقبلات، سيكون هناك مستقبلات. نحن نحن لديه مستقبلات مستقبلات. لذلك، هذه المستقبلات تستطيع أن نكون مستقبلات في مستقبلات، ولكن لديه مستقبلات حول المستقبلات، ومع ذلك، لتأكيد من المستقبلات، وبالتالي نظام الكاتجوري 1 ريفريس الكاتجوري 1 أساسيستان ومساعدين الاسمائين الوصول بحقوق النايرو و بالفعل يبقى لنا لسة لحكام C1 لنا العرب أو سعدين حكام و لسة للجور التي ستحينها في النايرو الأول و أحيان الى نظام الأساسية مثل تقلبي الجولير من الثمان في الأزمة للحقوق ستكون المجدد و الأساسات من أجل قطعها ستكون المجددد مجدد كما كما بجندم ما هي الأساسيستان كما في القوة وعلى أن الشاشة المسافرين سوف يكون أسطل وأحساس المسافرين so the reference for Nile League will be a 36 including the seven FIFA and 52 Assistant also including the seven FIFA assistant فبالنسبة لدور النيل عندنا 36 حكم بالإضافة إلى السبع حكم فيفا و 52 حكم متاعب بالإضافة إلى السبع حكم فيفا لذلك الكمال ستكون الهدف على التفاق الجزيون لذلك كما على التفاق الجزيون الذين يشعرون أفضلون أفضلون لديهم أفضل الذين يشعرون بحضلون لديهم أفضلون أو لديهم أفضلون بالنسبة لتعيينات، حتب And there's a whole performance over that a good هيا أخذه المنشاط كثير أو هيتعينهم أكثر والحكام اللي أدعهم مشوي مش هيتعينوا بقدر الحكام اللي كان أدعهم كويس بالضبط زي اللعيبة أو في الأندير مثل المنشاطين المنشاطين ينبغون الأول المنشاطين ثم 7 في الحالة ومنهم يتناهون في أدعهم سيكونوا الاندير بالضبط زي الأندير يبغى عندنا 11 لعيب تشعر بعيد دول اللي بنزل المرعب لهم أحسن لعيبة بيبقى فيه سبع اختياطي وشوية منهم ما بيكونش موجودين أصلا في تشعر This is basically the rules for next season من النقاط المهمة برضو اللافتة انتباهي في المؤتمر الصحفي وتصرحات بيريرا وده جانب وجزء مهم جدا من تصرحات بيريرا عن استراتيجية عمله في التحكيم خلال المسم القادم قال هو هيكون مسؤول عن تعيين حكام الدور الممتاز وهيكون مسؤول عن تعيين حكام دور المحترفين يعني الراجل مش هشتغل على الدور الممتاز بس لا هيشتغل على الممتاز وهيشتغل على دور المحترفين وكمان هيكون فيه أعضاء في اللجنة ليهم دور في الأقسام الأدنى بالنسبة لمباريات الدور النقطة كمان قالها مهمة جدا في مسألة الأخطاء لو حصلت أخطاء في المباريات من الحكام هيتم استبعاد عدد من الحكام نقطة ثالثة كانت أهم وقال اللياقة البدنية عامل اللياقة البدنية مهم جدا في تعيين أي حكم واستمراره لإدارة مباريات الدوري الممتاز دي جزئية بيريرا أكد عليها ولكن مستر بيريرا مش عقول أسماء الحكام في عدد من الحكام معمول عليهم شرطة وهي أسماء معلنة على صفحة اتحاد الكورة الشرطة دي معناها أن الحكام دول لم يكتازوا الاختبار البدني اللي هو بيتقال عليه يعني اختبار كوبر زمان أو الورنر تست دلوقتي الحكام دي المفروض لسه يبقى ليها اختبار بدني آخر هل لجنة الحكام أو فيتر بيريرا هو اللي هيكون مشرف على هذا الاختبار البدني ولا لا دي جزئية مهمة جدا لأن زمان ومش زمان مش زمان قوي يعني من سنة سنتين كان في حكام بتحب تعتذر عن معاد الاختبار البدني وبعد كده فترة كده يقول لك ايه نجح في الاختبار البدني ايه وعمله امتى محدش يعرف مين اللي كان مشرف عليه محدش يعرف فاتمنى المرات الأمر يختلف في حكام وانتو عارفينهم يعني معروفين كل سنة كده دايما ممش موجودين في الاختبار البدني لم يوفقه مش اقولي يعني ايه بيفشلوا في الاختبار البدني لم يوفقه وبيبقى ليه معاد تاني بس المعاد التاني امتى محدش فينا بيعرف فجأة يقول لك فلاني الفناني اكتاز الاختبار البدني ينزل بقى في المتشاط تلاقي الجسم واللياقة مش موجودة نفس الازمة بتاعت كل سنة فالمرة دي انت المفوض عملت تصنيف للحكام التصنيف ده مبني على حاجتين الفني والبدني الفني اوكي انت اخترتوهم بدني يبقى مهم جدا مراعاة عنصر اللياقة البدنية عشان نشوف حكام لائقين طبيا وبدنيا وفنيا لإدارة مباريات الدوري فاصل ثم نواصل اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند والبداية هتكون من ترند الاهلي البداية في ترند الاهلي بحساب يلا كورا وبيقولوا قبل بداية رهلة الدفاع عن اللقب يلا كورا يكشف قيمة الاهلي لبطولة الدوري طيب قيمة الاهلي للمسم الجديد في الدوري هيكون فيها الشناوي مصطفى شوبير حمز علاء خط الدفاع هاني خلال عبدالفتاح كريم فؤاد منعم ربيعة ياسر ابراهيم متولي معلول الوسط ديانجي السولية نيدفيد أفشا مروان عطية السولية أكرم توفيق كوكا إمام عشور الهجوم طاهر عبدالقادر الشحات تاو ريدا سليم أنتوني مودس صلاح محصن وقهربا وتم قيد مصطفى مخلوف كريمي الدبيس كريستو معتزم حمد زعلوك واحمد قباقى وعبدالرحمن رشدان من قطاع الناشئين طبعا القيمة السنية دي مختلفة شوية تعندك 30 لاعب من قيمة الفري الأول بالإضافة إلى خمس لاعبين من قطاع الناشئين تقدر طول موليد 2003-2005 ولكن القيمة الأساسية بتبقى 30 لاعب وتم غلق باب القيد في آخر لحظة وكان آخر اللاعبين أنتوني مودس ملعب القاهرة 24 بيقول أن الأهل يبدأ استعداداته اليوم لمباراة المصري الفرسعيدي بعد العودة من السعودية يعني هو مش بشكل سليم أوي النهاردة الفريق ما تضربش النهاردة كولر منح الفريق أجازة وبكرة يكون فيه تدريب وحيد واختامي استعدادا لمواجهة المصري يوم السلساء على أستاذ بورج العرض نروح لحساب اليوم السابع تفاصيل جلسة الشناوي مع لاعبي الأهل بعد خسارة السوبر الإفريقي مصدر قال اليوم السابع أن الكابتن محمد الشناوي عقد جلسة مع زملائه بصفة طبعا كابتن الفريق قبل العودة من السعودية اتكلم معه عن أسباب خسارة السوبر واتكلم معهم عن أن المفروض ما يكونش فيه مبررات للخسارة من اتحاد العاصمة الفريق البطل لا يعترف إلا بمنصة التتويج ولا يقبل بغيرها مشددا على رغبته أن يتجاوز اللاعبون أصاري الهزيمة سريعا في ظل قصرة الارتباطات لعبت الأهل وعدت قائد الفريق الشناوي بطي صفحة لقاء السوبر والتركيز على مباريات الدوري خلال المرحلة القادمة حساب كورابلس كولر يطالب لعب الآله بمصالحة الجماهير أمام المصري مصدر في النادي لكورابلس بيقول أن كولر طلب من لعب الآله بانطلاقة قوية والظهور بشكل قوي أمام المصري في الدوري بعدما نقل لهم غضبوا الشديد من الاستهتار والخسارة أمام التحاد العاصمة في السوبر الإفريقي يقول لهم لازم تصالحوا جماهيركم أنت عندكم مباريات عديدة الفترة اللي جاية البداية بالدوري مباراة المصري عندك مبارتين مع سان جورج الأسيوبي يوم 24 وغالباً المباراة العودة يوم 1 أكتوبر ما بينهم هتكون فيه مباراة للدوري العام فبالتالي أنت عندك أربع مباريات قبل ما تروح على مباراة الكاس يعني هتلعب مع المصري في الدوري وعندك لقاء سيراميكا في أواخر شهر 9 في الدوري وعندك مباراتين سان جورج في دوري أبطال إفريقيا يبقى عندك دوري ودوري أبطال إفريقيا وفي أول أكتوبر فيه مباراة نصف نهاية الكاس الماضي مع نادي أمبي ف3 بطولات في أقل من حوالي أسبوعين نروح لآخر حاجة في ترند الآلي حساب اليوم السابع حسين الشحات ينهي عقوبة الإيقاف أمام المصري ويعود في مواجهة سيراميكا تفاصيل الخبر منصور النهاردة في اليوم السابع أن الأهلة يفتقد جهود حسين الشحات في مطش المصري بسبب الإيقاف وهي المباراة الأخيرة لللاعب في العقوبة يتبقى له الغياب عن مباراة المصري على أن يصبح متاحا للمشاركة مع الأهلة في لقاء سيراميكا في أواخر شهر 9 نروح بالترند المحلي وجريديت الشروق النهاردة تكلمت على أن اتحاد الكرة هيستبعد الزمالك من بطولة سوبر الأندية الأبطال البطولة اللي اتحاد الكرة عايز يعملها وينظمها في الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر يعني الأهل يا دوبك يرجع من كأس العالم الأندية يخش على طوله يلعب مباراة سوبر الأندية الأبطال الكلام هنا على أن البطولة في الفترة من 24 إلى 29 هتشهد مشاركة مين؟ بطل الدوري الأهلي بطل كأس الربطة سيراميكا كيليو بطرة كمان بيرامدز وصيف الدوري طب مين بطل الكاس؟ نهاء الكاس اترحل لمارس 20-24 فبالتالي أنت هتلعب البطولة قبل ما تعرف مين بطل الكاس ولكن هتبقى عارف مين الأطراف أو مين طرفين نهاء الكاس أنت هتلعب الزمالك وبيرامدز والأهلي وإمبي قبل شهر 12 فيه مواتشها يتلعب في عشرة في مواتشها يتلعب في 11 فهتعرف مين الأطراف اللي هتلعب البطولة في شهر 12 ولكن نفترض الزمالك كسب بيرامدز وص النهاء الكاس الأهلي كسب إمبي وصل النهاء الكاس هل الزمالك هيشارك الكلام اللي طالع دلوقتي من مصادر في اتحاد الكورة وليست معلومات رسمية أن الزمالك سيتم استبعاده لتطبيق الليحة لأن الليحة بتقول الفريق اللي بيعتذر بيعاقب سنة واللي بينسحب بيعاقب سنتين هل اتحاد الكورة هيعتبر الزمالك معتذر ولا منسحب؟ الناس كلها بتتكلم إذا لك مش هيلعب وهيتطبق عليه الليحة ولكن الليحة هتطبق عليه بصفته إيه؟ معتذر ولا منسحب؟ الناس تقول لي ما تفرقش لا تفرق هي العقوبة هنا سنة والعقوبة هنا سنتين فتفرق كثير على فكرة يعني طيب دي أول حاجة في تريند المحال الحاجة التانية كورة 11 بيتكلمه على منتخبنا الوطن وبيقوله أن فيه توصية هامة من فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني واللي بيطالب اتحاد الكورة باتخياس قرار هام للتخطيط لمستقبل الكورة المصرية إيه هي الفكرة أو إيه هي التوصية؟ قال لهم اعملوا منتخبات للاعبين الشباب والناشئين في مختلف المراحل السنية ابدأ ياسيد يعمل منتخب 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 عشان اللعيبة تاخد خبرات الاحتكاك والمنافسة الدولية ولكن طبعاً احنا عندنا في مصر لما بيعملوا تشكيل منتخبات بيشكل المنتخبات تبقى الارتباطات القرية والدولية الألعاب الأولمبية في 2028 فيتشكل لها منتخب مواريد مثلاً يعني بدي مثال 2006 في كاس عالم ل2005 فتعمل بطولة لمواريد 2005 في كاس عالم ل2003 تعمل بطولة ل2003 ولكن هنا فيتوريا بيتكلم على انك تعمل مراحل سنية وبطولات مختلفة لكل المنتخبات دي أو لكل المراحل السنية دي منتخب 2004 و5 و6 و7 و8 و9 تعمل احتجاج كبير ولما تيجي تعمل منتخب هو اللي هيشارك في الحجس الدولي تضم المراحل السنية عشان يكون عندك منتخب فيه قاعدة عريضة تضم منها أكتر من العام فكرة كويسة ولكن محتاجة اتحاد يخطط بشكل مناسب آخر حاجة في ترند المحلي ملعب القاهرة 24 بيقولوا ان اتحاد الكرة يكشف مصير نسخة كاسمس للموسم الجديد طبعا لما بصنا على جدول الدوري لقينا ان الدوري لغاية أول إبريل نهاية الدور الأول طب الدوري لغاية أول إبريل نهاية الدور الأول طب الكاس الجديد هيتلعب إمتى؟ مش محدد طب إمتى الكاس القديم أساسا حددت معادل فاينال في شهر 23-24 فمش من المنطقي انك تلعب كاسمس للموسم الجديد اللي هو عشرين 23-24 قبل نهاية كاسمس الموسم القديم ما ينفعش ما ينفعش هلعب بطولة جديدة وانا لسه ما خلصتش البطولة القديم فعشان يلعبوا البطولة الجديدة لازم يخلصوا البطولة القديمة البطولة القديمة هتخلص إمتى؟ مارس عشرين 24 فالكاس هيتلعب بعد كده بس بعد كده إمتى؟ محدش عارف ليه؟ الدوري الدوري الأول هيخلص أول إبريل ولا لا يكون عنده ست مؤجلات لما تيجي تبدأ الدوري الثاني لازم تلعب ست مؤجلات فالدوري الثاني فيه 17 أسبوع زائد ست مؤجلات للأهل هتلعبهم في شهر 4 و 5 أو 6 و 7 وأعتقد ممكن تخش في 8 طب الكاس وضعه إيه؟ محدش عارف حاجة بس أخيرة قبل مطلع من الترند المحلي ويريت يعني الناس في اتحاده الكورة يا جماعة الدوري والكاس هي البطولات الأساسية اللي عند الاتحاد الإفريقي كاس الربطة هي بطولة تنشيطية الربطة اللي بتنظمها أنا مش قادر أستوعب فكرة أن اتحاد الكورة اتحاد الكورة بيتنازل عن أهم مسابقة عنده أو تكاد تكون هي المسابقة الوحيدة بتاعته يعني لأن الدوري مع الربطة وكاس الربطة مع الربطة فأنت معندكش غير بطولة وحيدة هي بطولة الكاس وده بطولة أنت المفروض عمل لها تسويق واخد عليها فلوس للرعاية أنت عمل لها يعني مغمل في حق البطولة دي بنسبة كبيرة جدا لا عارف تخلص الكاس القديم ولا حتى فكرت تلعب الكاس ده أثناء كاس الأمم تعمل مطشط وتخلص المطشط لا سايب فترة كاس الأمم لكاس الربطة كاس مصر هي البطولة الأساسية والمعتمدة في الاتحاد الإفريقي نتمنى اتحاد الكورة يهتم بالبطولة الوحيدة عنده يا إما ما تجيش تسأل بعد كده الناس هي فين حقوق الرعاية وفين حقوق التسويق ما أنت مش مهتم بأهم بطولة عندك فالحقوق عجلك منين مش عارف ما حدش في التحاد الكورة حتى بيوضح لنا إيه عدم الاهتمام بمثابة كاس مصر بالشكل ده وإن هي تتريمي دايما في مطشط وفي مراحل بعيدة وممكن تتلغي كمان وما حدش واخد بياله في مقابل كاس الرطة على مدار سنتين بتتلعب الحكام نفسهم ما خدوش حتى حق إدارتهم لمباراة كاس الرطة ما علينا نروح للتريند العالمي والبداية معايا من حساب ليفربول على تويتر بيقولوا محمد صلاح بيحتفل بتخطي 200 مساهمة تهديفية في تاريخه بالدور الإنجليزي 200 مساهمة تهديفية ما بين إحراز أهداف وصناعة أهداف بصراحة رقم قياسي للنجم محمد صلاح طب بيكملين مع ليفربول ونروح لحساب بطولات وكلام مهم جداً ومتصرحات مهمة جداً ليورجون كلوب المدير الفني ليفربول ولي بيقول محمد صلاح دائماً يظهر عندما نحتاج إليه لاعب لا يصدق أنه متورط في كل شيء متورط يعني إيه؟ يعني أي هدف لنا هو مساهم فيه يام بأحرازه يام عمل أسست كان السبب الأساسي في تسجيننا لكل الأهداف اتكلم على أداء صلاح في المباراة الأخيرة أمام ويلفر هامبتون والشوت الأول ودور صلاح في الأسست وممكن الأحراز الأهداف السنة دي مش درجة كويسة ودرجة عالية ولكن نسبة المساهمة في الأهداف عالية جداً وعلى فكرة بره في أوروبا ما بيحسبهاش أنت جبت كم جون لا لا الجول بالنسبة لهم مش هو الأساس انت دورك وصناعتك للأهداف نسبتها كام طيب حساب في الجول أيضاً نقل تصريحات لأنديو بيرسون اتكلم في تصريحات نشرها موقع ناديم موقع ريفربور وقال ربما يحصل صلاح على الثناء عندما يسجل الأهداف فقط وهذا أمر غير عادل لقد منحنا تمررتين حاسمتين ضد وولفر هامبتون وأعدنا إلى المباراة عمل مباراة كبيرة بصراحة صلاح في المطش الأخير كمان النهاردة بيترش مايكل وصف محاق يعني بيتكلم يعني على فكرة أنه وصف محمد صلاح بالأناني ده مجرد هرأ يعني أمر لا يصدق يعني هو مش لعب أناني بدلين مساهماته الأهداف كبيرة جداً قال جودته لا تصدق الكلام ده من مين يا جماعة؟ من الحارس العظيم بيترش مايكل حارس منتخب الدنمارك في الجيل الزهبي في نهاية التسعينات دي كانت أبرز الحاجات النهاردة اللي معنا في التريند العالمي وفي آخر أخبار التريند في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغداً بإذن الله لقاء جديد في برنامج التريند شكراً وإلى اللقاء